أزمات طاحنة تضرب كوريا الشمالية ولكن يبدو أن لدى الزعيم الكوري كيميون أون اهتمامات أخرى وتحديداً ما يخص الأنشطة النووية التقرير السنوي للوكالة الدولية للطاقة الذنية يشير إلى أن بيونج يانج استأنفت على ما يبدو تشغيل مفاعل نووي يعتقد على نطاق واسع أنه ينتج بلوتونيوم لأسلحة النووية ومنذ عام 2009 لم تتمكن الوكالة التابعة للأمم المتحدة من دخول كوريا الشمالية بعد أن تم طرد مفتشيها وتستمر بيونج يانج في برنامجها للأسلحة النووية قبل أن تستأنف سريعاً اختباراتها والتي كان آخرها عام 2017 وتقوم الوكالة بمراقبة كوريا الشمالية في الوقت الحالي عبر صور الأقمار الصناعية تلك التطورات تلقي الضوء على معاناة الشعب الكوري الشمالي الذي يدفع فاتورة قرارات كيميون أون في ظل أسوأ أزمة غذائية تواجه البلاد مع الاحتياج لأكثر من خمسة ونصف مليون طن من الغذاء بما يسد العجل الحالي وسط تداعيات يأن منها الاقتصاد الكوري في أسوأ انكماش له منذ 1997 ويفضح ذلك التناقض أيضاً كيميون أون وحزبة فبدلاً من إطعام الشعب الكوري الكادح تتجه الأولويات إلى الملف النووي الذي كان وما زال يهدد الأمن والسلم الدولي ترجمة نانسي قنقر